اتنين خبيرة سياسية امريكية تنتقد الدكتور احمد زويل كبير العلماء العرب الدكتور احمد زويل كتب مقال في لوس انجلوس تايمز تعرضنا له فيما قبل اللي قال فيه ان احنا لا يمكن ولا ينبغي بقول لا امريكا لا ينبغي ان امريكا تقطع المعونات عن مصر وان لازم يكون في تفاهم بين البلدين وان رئيس عبد الناصر لما عمله كده معاه اتجه اتجاه اخر وقال الدكتور احمد زويل ان في عهد الدكتور بورسي كان فيه تفاهم لدعمه في الاصطات الشعبية المصرية لكن كان يقود البلد الى هاوية والى منحضر حرب اهلية عشان كده خرج المصريين في 30 يونيو النهاردة فيه خبيرة امريكية في المجلس الاطلانتي منظمة بحثية امريكية مهمة لكن فيها نفوذ صهيوني ونفوذ قطري انتقد الدكتور احمد زويل لانه قال هذا القول وده موقف غريب جدا من الفكر والاعلام الامريكي انه بياخذ فقط ممن يتوافقون مع رأيه انه حتى لو حد بقام الدكتور احمد زويل ووجوده في امريكا يتعرض للانتقاد لانه وقف مع ثورة 30 يونيو المجيدة انه حسب آخر